بسم الله الرحمن الرحيم ذكر دار وقت شنوداني خباري خش ويونو خش ما يقول من أتاه أمر يسره أو يكره كان صلى الله عليه وسلم إذا أتاه الأمر يسره قال الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وإذا أتاه الأمر يكرهه قال الحمد لله على كل حال وقت كي برسول الله صلى الله عليه وسلم خباري خوشحال كننده مي رسید مي گفتند ستائش مر الله را كي با نعمتهايش نيكيها كامل مي شوند ووقت شنوداني خباري نخوش مي فرمودند ستائش در هم حال ازاني پروردگار است فايده های حدیث فايده اول رسول الله صلى الله عليه وسلم انسان بيش نيستند كي مانند ديگر انسان ها غاه خوشحال وغاه ناراهد مي شوند جز اون که الله سبحانه وتعالى از ميان ديگران پیانبه صلى الله عليه وسلم را اختیار کرده است و به پیانبه ری قرار داده است فايده دوهم كسي كي ريزا بقضای الهي مي شود چي خير باشد و چي شر چي شيرين باشد و یا تلخ او را در دنیا و آخرت راضي و خشنود خواهد صغد